السلام عليكم ادراري ديما هذا الفيديو للجماهير العالمية نحاول اخره لكم ونخليه واخر فيديو على اصرف حاكيمي علاش اتشك مغانطة يكون افضل تعاليق من الجماهير البريسية على اصرف حاكيمي وكيف اتغنش به اليوم اجبت لكم الفيديو ويكون خطير بالصح الجماهير اطلعها على فينيسوس وكيف اجيبه حاكيمي وايضا ولاحظوا القضية للطمع الماسي ودمارية مع حاكيمي اتفهموا بران بعد تعليقات ديالهم نبدأ باول تعليق فينيسوس في جيبه حاكيمي وكيف يضحك يعني حكمه وقدروا بجيبه وكنتروله وستطوبه باللعب واحد اخر قال حاكيمي في جيبه فينيسوس من ناحية المراقبة واحد اخر قال افضل ضائر ايمن في العالم يعني لا يوجد محسن منه حاكيمي لومبورغيني يعني السرعة فائقة وكانت طلع بزافة وانتشفناه هنا هناك تعليق ديمارية وميسي سمعوا بزيان الخوش نقال لماذا يتجاهلوا تولاتي ميسي وديمارية ونايمار حاكيمي وخلصوا المفتوح يعني ما هو السبب اللي يجعلوا ما يلوحوش الكورة صراحة خاص مناقشة كبيرة على الموضوع هذا واحد اخر قال لماذا ديمارية وميسي لا يعطون الكورة لأصرف حاكيمي هذا غير معقول ونطلب بين المدرب التدخل صراحة نورمانمو خاص المدرب بوتينو يدخل في القاضية وكلاحاتها من اللي يتفرج وكدر تاكتيك وخطة دياله قبل المباريات يعني ركي يشوف وكلاحات اللاعبين لما يباسيو وما يباسيو وما يباسيو وميسيحات في كينين يعني كعبر المات وكحلوه مزيان لكن لماذا لا يدخلوا مع اللاعبين او لتلدوا معهم لماذا لا يدخلوا الأفكار وهذا علامة استفام كبيرة واحد اخر قال اعذرني لماذا لا يمر للاعبون الكورة لأصرف حاكيمي وتحية كبيرة لنجم الكورة القدم فرنسية كيليان بامبي يعني تسمح لي ولكن لماذا لا يباسيو له هاد اللاعبين لحاكيمي ونختمه بأحسن تعليق لهذا حاكيمي مدافع من الدرجة الأولى يعني من أحسن المدافعين على مسؤول عالمي بجميع المراكز الصراعاتين يجب ان يقول لك ارنولد ارنولد رام زيان لكنه ايضا اللاعبين معهم فاهم معهم ولكلعب معهم الديمن حاكيمي مرا ديما انتقل من الفريق للفريق وعلي فترة معنا انتر العام الأول كان به نوصل وسجل أهداف كثيرة ارنولد ممكن يسجل بزاف لكن حاكيمي كون كان ميسي كل عام معها كان مكين مع ذاني الفيس برشل وناركب كان كعطيك ورات المساحات وكان يسقيه وكي يسجل أهداف كثيرة كون شفنا حاكيمي اخر كون شفنا اهداف كثيرة اشفر لكم فضلان هذا مكان ليلي سعيدة